السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة الدعم النقدي كارثة لهذه الأسباب يقول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن كل من يلتقيهم من اقتصاديون ينصحون بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي ونحن خبراء نصدق رئيس الوزراء لسبب بسيط جدا وهو أن كل مستشاريه وكل من يؤمن بالاقتصاد الحر يلتقيهم من المنتمين للمدرسة الليبرالية فمن المتوقع منهم غير ما يؤمنون به على كل حال التوجه نحو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيؤدي إلى كارثة والسبب أن الأسرة المصرية البسيطة والشرائح الدنيا من الطبقة الفقيرة أو حتى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة يفتقدون الكثير منها إلى الترشيد والرشد الاجتماعي هذه الفئات إذا امتلكت أموالا سائلة ستتجه إلى مفاقها إلى مصرات غير الاحتياجات الأساسية منها ما سيذهب إلى المحمول واكسسوارات ومنها ما سيذهب إلى مصاريف لا تؤمن بها احتياجات البيوت بل وبعضها سيذهب إلى المخدرات في حين ستكتشف ستر هذه الأسرة الذي يقوم به الدعم العين الذي يوفر سلعا أساسيا رغما عن إرادة أولياء أمورهم هذه الأسر نقطة أخرى ضخ أموال إضافية إلى قيوب المصريين سيرفعوا الأسعار وسيزيد التضخم في بلد لا ينقصه جشع ولا ينقصه استغلال أولا ينقصه تراخي من جهاز حماية المستهلك وعجز عن راجع اللصوص فنصيحة للدكتور مصطفى مدبولي أجلس والتقي ناس خبراء في الاقتصاد مرة أخرى ربما وجدوا حلولا أخرى أو حتى التقيهم فلن تخسر شيء من التقائهم وشرح المنظومة الاقتصادية مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرقاكم في حلقة جديدة بإذن الله